أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى في حديث القاهرة وحديث القاهرة مهتم جدا بالكورونا الكورونا هي الفزع اللي بيحيط بالعالم دول كثيرة أعلنت الإغلاق بعدها قرر أن يستمر الشهر مارس بعدها لحد نهايات الاحتفالات برأس السنة دول كثيرة أغلقت وأظلمت في مصر اجتمع اليوم ومنذ قليل اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين أكد السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار فيروس كورونا اتخذت اللجنة قرارات عدة من بينها إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة اتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية ووقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجنات الغلق الكامل لدور المناسبات بالإضافة إلى تفعيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة وده حيطبق من الأحد المقبل غرامة فورية على أي مخالفة للمنشأات كالمطاعم الكافيات بمبلغ 4000 جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصرية تتخذ الإجراءات طبقا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة التي تم الإعلان عنها عالميا وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات وفي الوقت نفسه تتولى وزارة الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح من ناحيتها الدكتورة هلزايد وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ما زالت تسجل أعلى معدلات إصابة